أنا المقدم محمد فارس رائد الفضاء العربي السوري وعلمكم بأننا نمر لأول مرة فوق سماء بلادنا الحبيبة السورية إنني مسرورا جدا وسعيدا جدا لأنني أرى بلدي الحبيب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمة لشهدائنا الأبرار والشفاء للجرحانة وإن شاء الله أسلاما يخرج بسلام من سجون القتلى والمجرمين أنا اللواء الطيار رائد الفضاء محمد فارس ارتحلت إلى الفضاء الخارجي عام 1987 بعد أن سبق ذلك تحضير مدة عامي كاملين في مدينة النجوم القريبة من موسكو بعد التحضير انطلقت إلى الفضاء 22 تموز عام 1987 في الفضاء الخارجي أجريت 13 تجربة علمية وكانت تجارب ناجحة بفضل الله تعالى عدت بها إلى سوريا لأخدم بلدي في هذه الرحلة طبعا في البداية أنا طيار مقاتل خدمت في صفوف الطيارين السوريين وكنت مديرة بالمعهد الجوي في سوريا منذ عام 1998 حتى عام 2004 ونحن نهاية 2004 ثم رفعت إدارة بكليوار وأصبحت مديرة لإدارة تنظيم في غيارة القوى الجوية سوريا أهزى بشكل مختصر عن حياتي كما يعرفها كثير من الناس شو رأي سيادتكم بما يتريد داخل سوريا بشكل عام وحالب تحديدا طبعا نحن في سوريا بعد مرور أكثر من حوالي خمسين عام مع نظام الإجرام والقتل ونظام امتهاء الحريات وسلب الكرامة وسلب الأموال والذي أوصل سوريا إلى الحطير في المفاسد الاجتماعية والأخلاقية وفي كل المجالات الإنسانية الموجودة والحياتية والاقتصادية في سوريا بعد أن سار الشعب السوري مطالبا بحريته وكرامته قام هذا النظام بعد أن كانت السورة في البداية السلمية لمدة أكثر من ستة أشهر باعتراف قائد هذا النظام المجرم والذي قتل خلال مسيراته السلمية ومظاهراته السلمية أكثر من خمسة آلاف شهيد فدفعوا سمنا لمظاهراته ومطالباته من السلمية بعد أن حملوا أصلانا الزيتون ما اضطر شعبنا وأهلنا للدفاع عن كرامته وعن حريته وعن أعراضه وعن ماله ضد نظام القتل والإجرام فاستباح هذا النظام دمائنا وذلك استباح حرياتنا واستباح كرامتنا وهدم مدننا وقرانا الحالة الإنسانية في سوريا أصبحت حالة صعبة لأن النظام سرق قوت يومنا وسلبنا أموالنا بالإضافة إلى تدميره لكل ما هو موجود اقتصادي موجود في سوريا الحالة الإنسانية الآن موجودة في سوريا هي حالة قاسية وصعبة جدا وهي في مدينة حلب الآن المحاصرة والمحاصرة من قبل قوات النظام المجرم هي حالة صعبة وقاسية جدا الحالة الإنسانية في مدينة حلب كما هي في كل سوريا وليس فقط في مدينة حلب ولكن طالما حديثنا إلى حلب اليوم فإنني أكون لأهلي في مدينة حلب قليلا من الصبر إن شاء الله سيأتي الفرج وسننتهي من هذا النظام المجرم القاتل كما أقول لهم عليهم بالإضافة إلى الصبر التعاون والمحبة فيما بينهم والذي يملك رغيف أن يعطيه لأخيه يقسم نصف هذا الرغيف لجاره ولأخيه الذي لا يملك هذا الرغيف والأسرياء أو الذين يعيشون في بحروحة أن يساعدوا أخوتهم لأن هذه الفترة من التاريخ هي التي ستوزهر معدن الرجال الأصلاء ومعدنا الحال الإنسانية الذي يتحل بها أهلنا في سوريا وفي مدينة حلب بالذات تاريخيا نحن نحب بعضنا نتعاون مع بعضنا تذكروا أهلنا في حلب حينما كنا في حاراتنا الشعبية متجاورين كنا فقراء كنا نساعد بعضنا البعض كنا نحب بعضنا البعض كنا نتقاسم النخمة فيما بيننا كما تعرفون ولكن حينما أتى هذا النظام أنسى قسمة مننا هذه الحالة الإنسانية وهذا التعارض الإنساني ولكن علينا أن نعود إلى أصولنا وإلى أخلاقنا وإلى ديننا وإلى تربيتنا في المحبة والإخاء والإخلاص كما أرجه كلمة إلى الجيش الحر المقاتل أشكره على بطولاتي وأن بطولاتي وتفقياتي أصفحت أسطورية وسيذكرها التاريخ ضمن الملاحم الكبرى ولكن أقول لهم أن أموال أهلنا وأعراضهم وأدماءهم أمانة لنها في أعلاقكم فاحفظوا وصولوا هذه الأمانة وساعدوا أخوتكم وأهليكم بالشكل اللائق وبالشكل المطلوب حتى تتوسع القاعدة الشعبية التي تضمكم أيها السائرون أيها الأحرار أيها المقاتلون من الجيش الحر وأقول لأخوتي المدنيين عليكم ما تتعاون مع الجيش الحر ولكن كما سمعت وأعرف بأن جزءا من المقاتلين أو من الجيش الحر وليسوا من الجيش الحر وإنما هم صناع السلطة يقومون بأشياء غير لائقة وغير صحيحة بسمعة المقاتل الشريف والمقاتل السوري ولذلك إياكم ثم إياكم فأهلكم أمانة في أعناقكم وإن التاريخ لن يرحمكم أبدا وأن المحاكمات سوف تطال كل من يخطئ في حق أهلنا وحق شعبنا في كل أجزاء سوريا وأخوه على الأشراف من أدناء الجيش الحر والصوار أن يكونوا خيرعون لأهلهم المدنيين في حفظ أموالهم ودمائهم وأعراضهم وكراماتهم وبيوتهم بالنسبة للتطورات العسكرية على الأرض الجيش الحر يتقدم في دمشق وحقق انتصارات كبيرة جدا في حلب هذا اقتراب ومن ساعة حسن بالطبع الانتصارات التي حققها الجيش الحر والمقاتلين على الأرض ضد هذا النظام المجرم هي انتصارات كما قلت أسطورية وتاريخية وستسجلها التاريخ وستتعلمها الأجيال في كل دول العالم للتضحية في سبيل الحرية وفي سبيل الكرامة الآن النظام أصبح محاصرا في كثير من مواقعه العسكرية من شمال سوريا إلى جنوبها من شرطها إلى غربها وان شاء الله اختربت ساعة الحسن والقضاء على هذا النظام القاتل هذا النظام المجرم لأن التطورات على الأرض هي تطورات إيجابية لصالح الجيش الحر ومقاتلين سورة الحرية والكرامة ولكن أريد أن أركز على أن أوعي وأونبه أخوات الجيش الحر والسوار على الأرض الانتباه إلى مكر الجيش النظام لأنه لا يزال يمتلك جزءا من القوى الكبيرة في الطيران وفي الجو وكما قلت عدة مرات وربما البعض قال كيف أطالق بتدمير الطائرات والمطارات على الأرض الطائرات والمطارات على الأرض تدمر بلدنا وتقتل أطفالنا وتقتل نساءنا وإذا صبرنا عليها لمدة أكبر فستقتل مليون إنسان في سوريا ولذلك هذه الطائرات المجرمة القاتلة وهذه المطارات التي تأوي تلك الطائرات وتأوي تلك القتلة نحن لسنا بحاجة إليها النظام دمر أكثر من ثلاثة ملايين شقة وكمنزل في سوريا ودمر البنى التحتية في سوريا في كل الاتجاهات خسرت سوريا مئات المليارات من الدولارات في السبيل المطالبة بحرية وكرامة هذا الشعب خسرنا أكثر من مئة أمد شهيد في سوريا ولذلك علينا أن لا ننتظر أن يدمر بقية سوريا هذا النظام عن طريق طائراته المجرمة ولا ننتظر أن يقتل المئات الألاف من أطفالنا لأن الدم طفل واحد ودمعة امرأة واحدة في بلدنا تعادل كل طائرات الكرة الأرضية وكل مطاراته ولذلك أنني أناشد الجيش السوري الحر وكتائب السوار بالسعي لضرب المطارات الاستراتيجية بشكل أساسي وبشكل مهم جدا وأركز على هذه النقطة ومن سيبني سوريا مرة سالية سيبني طائرات جديدة وسينشئ طيارين أشراف جدد يدافعون عن أرض الوطن وعن سماء الوطن وعن حدود الوطن ولذلك التحلي بالصبر للجيش الحر ومقاتلي السورة التحلي بالصبر والروية والتخطيط الجيد في قتالهم وصبرا وصبرا فلن يناد النصر إلا الصابرون وإلا زون النوايا الحسنة والمقاتلون الأشراف ونحن سورة حرية وسورة شرف وسورة الكرامة وسننتصر بإذن الله تعالى لو تحدد من حديث بالنسبة للطورات العسكرية فيما يتعلق بالإنجازات الثوار عسكرية في حلب طبعا إنجازات الثوار في حلب كبيرة جدا الاستلاع على كثير من المواقع العسكرية أكثر من نصف المدينة يعني من 60% إلى 70% من مدينة حلب مسيطرة عليها من قبل قوات السورة السورية سورة الكرامة والحرية فهذا إنجاز كبير بالإضافة للاستلاع على كثير من المواقع العسكرية والتي نتمنى أن تزداد هذه الاستلاع على المواقع ولكن ما أريد أن أركز عليه الآن أن على قوات السورة الكرامة أن تركز بالإجوم على مواقع الجيش لأن كثير من أبنائنا الذين يقاتلون إلى جانب النظام ينتظرون الفرج على أيدي السوار الأحرار الشرفاء ولذلك أركز بالتاجة الأولى على المواقع العسكرية التي يمكن أن تحتسى انشقاقا كبيرا في صفوف جيش النظام القاتل كما أنني أتوجه من خلال هذا اللقاء إلى كل الضباط وصف الضباط والجنون كفاكم قتلا لأهلكم ولأخوتكم ولأبنائكم ولأخواتكم فالتاريخ لن يرحمكم أتحدث إليكم وعلى صعيد كافة الطوائف إننا أبناء وطن واحد إن النظام يلعب بعقولكم فتوقفوا عن القتل وتوقفوا عن الضغط على الزناد لقتل أهلكم وأخوتكم وأبنائكم وعيدوا وأكرر كما كررت في كل المرات توقفوا عن القتل فبأيديكم سيسقط على أيديكم وانشقاقاتكم سيسقط النظام وأتوجه إلى أولئك الضباط وصف الضباط والجنون الجالسون حتى في مكاتبهم وفي إدارات الجيش أن ينشقوا عن هذا الجيش لأنهم بدعمهم وقيادتهم من خلال مكاتبهم يساعدون على القتل والإجرام وسفك دماء الأبرياء وأهلهم في سوريا ما رأيكم في التطورات السياسية العالمية حول الملف السوري وما يخص سوريا للأسف الشديد الموقف العالمي من السورة السورية ومن حرية الشعب السوري هو موقف سلبي حتى الآن لأن هناك الكثير من الشرفاء الذين يدعموننا سياسيا ويتمنون لنا الخير ولكن هناك الكثير من الدول التي تتلاعب سياسيا وتكذب على السوريين وتتفرج على دمائنا وهي تسيل في الشوارع وتقب ساكتة صامتة لأن الدعم الحقيقي أو الدعم السياسي هو دعم على الأرض وليس بالأقوال إنما بالأفعال وإننا حتى الآن لم نرى الكثير من الأفعال بل رأينا الكثير من الأقوال والقليلة من الأفعال ولكن نحن طبعا هناك قسم كبير من ما يدعمنا ويقف إلى جانبنا ولكن نتمنى أن يكون الدعم أكبر على الصعيد السياسي وعلى الصعيد العسكري وعلى الصعيد الإنساني حتى يعني الدعم إغاثي حتى الآن لم يرتقي إلى المستوى الموجود في سوريا في المخيمات وفي الداخل الناس تعيشوا في الشوارع الناس تعيشوا تحت أشجار الزيتون المقاتلون لا يحملون سوى بنادقهم نحتاج إلى سلاح نوعي نحتاج إلى دعم إنساني إغاثي حقيقي أكثر بكثير من الذي يقدم لأن هناك الملايين الذين بلا مأوى وبلا مسكن في سوريا ولذلك إلى كل سياسي العالم ودول العالم المحبة للخير والتي تريد الخير للشعب السوري لأن سوريا هي قلب العالم وقلب المنطقة فإذا انفجرت سوريا واحتلقت سوف الدخان فإن دخان الحريق في سوريا سوف يعم المنطقة كلها طبعا هذا ليس تهديد وإنما هو واقع وحقيقة سيعم المنطقة كلها وإذا عم المنطقة فسيعم العالم ولذلك ليس أُناشد ولكن أطالب كل الإخوة العرب أن يقفوا وقفة حقيقية إلى جانبنا وكل القوى الإنسانية في العالم أن تقفوا وقفة حقيقية صادقة بالأفعال لا بالأقل إلى جانب سورة الحرية والكرام تبرأكم تحديدا بالموقف الروسي الذي كان له نصيب بدعمكم ورحلتكم إلى الفضاء طبعا بالنسبة للموقف السوري ليس ألو علاقة بالرحلة إلى الفضاء ولكن للأسف الشديد أنا قابلت بعض المسؤولين الروس وأنهم يعرفون جيدا ماذا يجري في سوريا وما هو النظام السوري بشكل دقيق يعرفون مفاسده وجرائمه وقهره للشعب السوري وسلبه لحرياته وسلبه لكرامته ولأمواله يعرفونها بشكل جيد جدا ولكن للأسف الشديد لا يتعاطفون مع الشعب السوري وأنما يتعاطفون مع القيادة أو مع قيادة النظام المجرم في سوريا الشعب السوري باقن والنظام سيرحل الشعب السوري على مر التاريخ قاتل وحاربت تاريخيا كثير من قوى الشر والعدوان والطغيان والقهر ولكنه بقي وذهبت كل قوى الشر والطغيان ولذلك للأسف الشديد الروس لم يستعرضوا هذا الدرس حتى الآن ولا أفهم لماذا حتى الآن يقفون هذا الموقف السلبي تجاه الشعب السوري بالإضافة طبعا أنا سوف أعرج على موقف إيران هذا الموقف الإجرامي من قبل الحكومة الإيرانية ليس من قبل الشعب الإيراني من قبل المسؤولين الإيرانيين الذين يمدون هذا النظام بالسلاح وبشكل مستمر عن طريق الجو وعن طريق البحر وعن طريق القوى الموالية لهم في لبنان وفي العراق لكي تقتل شعبنا السوري الحر الأبي ولكن للليل نهاية وللظالم نهاية إن شاء الله طيب رأيكم توحيد جهود المعارضة وتدكيل الائتلاف والدعم الخارج طبعا الائتلاف والمعارضة السياسية أتمنى لها الخير والتوفيق الائتلاف مؤخرا الذي تشكل في قطر أتمنى أن يكون قريبا من الشعب السوري والقرب هو أن يكون مجموعة الائتلاف والناس المرتبطين بهذا الائتلاف أن ينسوا أنفسهم ويعيشوا الواقع الموجود في سوريا أن يعيشوا آلام أهلهم أن يعيشوا مصائبهم أن يعيشوا مع الدماء التي تسين من قبل الأبياء في سوريا أتمنى التوفيق لهذا الائتلاف ولكن سنرى في مؤتمر المغرب قريبا متائج قوة الائتلاف السياسية كما أنني أناشد الجيش السوري الحرب وقوات السوار على الأرض أن تتعاون مع بعضها البعض فإذا كان عندي مئة طلقة والكتيبة الأخرى يوجد عندها عشر طلقات أن أتقاسم مع الطلقات أتقاسم معها الزخيرة أتقاسم معها السلاح أتقاسم معها رغيف الخبز لأن في الاتحاد قوة بالإضافة أنا ما أريد أن أوجهه لقوات السورة الكرامة والحرية التعاون الاستراتيجي والتكتيكي على الأرض يعني الهجوم على أي قطع عسكرية أو على أي موقع للنظام المجرم يجب أن يكون بأسلوب تكتيكي وبالتعاون بين بعضكم البعض لأن معروف في تاريخ الجيوش التعاون بالقوى والوسائط تحقق نتيجة إيجابية ولكن العمل الفردي نتيجته سلبية بكل تأكيد تعاونوا مع بعضكم البعض تعاونوا مع بعضكم البعض لسنا في موقف المناصب المناصب تركوها لما بعد سقوط هذا النظام وإن شاء الله كل إنسان سوف يأخذ حقه لأننا نريد ونتمنى ونسعى لأن نبني دولة حرية ودولة كرامة ودولة قانون ودولة يحكمها دستور لكل السوريين على السوار بالنسبة لاختراح اسمكم لوزارة الدفاع نحن نحكينا فيه أنا لم أسمع شي حول هذا الموضوع أنا بالنسبة لموقع أتراحي في كثير من الناس يسألونني عن موضوع طرح اسمي لوزارة الدفاع أو قيادة الجيش الحر طبعا أنا أي موقع أي موقع ممكن أن أخذه فقط لهدف أن أنقذ طفل في بلدي وفي وطني من القتل أو أن أنقف دمعة أم سكلة أو شيخا كبير فأنا أتحمل المسؤولية ولكن كل الشعب السوري يعرف أنني لا أريد المناصر ولكن أقدم دمي وأقدم حياتي في موقع ينقذ أهلي ووطني رسالة للمدنيين للشعب السوري المدني طبعا رسالتي لأهلي في سوريا هي طالبهم الصبر إنها محنة ومحنة عظيمة وكبيرة ولكنها في سبيل الحرية والكرامة تستحق أن نصبر على هذه المحنة وأن نقدم الغالي ونفيس بسبيل أن نتخلص من هذا النظام المجرم الذي عطل كل مناحي الحياة في بلدنا من ناحية الأخلاق والقيام والاقتصاد وكل شيء في سوريا ولذلك اصبروا إن الله مع الصابرين تعاونوا بمحبة مع بعضكم البعض كما قلت في البداية تقاسموا لقمة العيش وتعاضبوا في كل الاتجاهات وسيكون الله معنا إن شاء الله رسالة للتجار وتحديدا تجار حلب طبعا أنا أناشد كل الأسرية من التجار والصناعيين في سوريا وفي حلب بالذات طبعا حلب للأسف الشديد هي مدينة صناعية ومدينة تجارية وأهلها صناعيون وتجار أنني أناشدهم حتى أولئك الذين خرجوا من سوريا أناشدهم بأن يدعم أخوتهم الفقراء في مدينة حلب وفي سوريا كافة أناشدهم أن يقفوا إلى جانبهم إن التضحية بالمال هي كما التضحية بالنفس التضحية بالمال هي قريمة من التضحية بالنفس هناك رجال يضحون بأنفسهم هناك أخوة لكم جياعون أو يحتاجون إلى الرغيف الخبز في سوريا يحتاجون إلى الكساء يحتاجون إلى الغزاء يحتاجون إلى المأوى والآن إن الله ينظر إليكم فقفوا إلى جانب أهلكم وأخوتكم في سوريا وفي حلب بالذات والعسكريين بالطبع العسكريين وجهت لهم رسالة ويأتيهم بالتعاون والمحبة وخاصة أنا أطالبهم بالأمانة أعراض أهلنا وأموالهم ودماؤهم أمانة في أعناقكم في الأحياء والمناطق التي يستولى عليها جيش السوغار من الجيش الحرية والكرام أمانة في أعناقكم حافظوا على هذه الأمانة لا تخونوها لأننا في محنة كما كنت والتاريخ لا ينسى الذين يخونون تلك الأمانة واللهم وفق أهالي الضحايا في حلب طبعا أهالي الشهداء والضحايا في حلب يعني أعزيهم بشهدائهم أعزيهم ببيوتهم التي تهدمت وأتمنى من الله أن تعود لنا حريتنا وكرمتنا وأن نعيد بناء وطننا وأن نكرم أولئك أهالي الشهداء وأن نكرم شهدائنا ونرفع فوق وطننا أكالي للغار وأكالي للغار والشباب الشباب حلب طبعا الشباب يا شباب يا أهلي في حلب بالذات طبعا أوجه كلمتي لكم الشباب هن درع الوطن وهن الأساس بنهضة الأمر وهن اللي بيحمل شوارئ وهن بيحمل أحيال لازم الشباب تكونوا قدبة قدبة حسنة حتى نعتز فيكم دائما وأبدا يعني حافزوا على كرامة أهليكم حافزوا على أخلاقكم حافزوا على شرفيكم حافزوا على ماني أهليكم تعاونوا تعاضدوا تحابوا حتى نصل بوطننا إلى ما نصب إليه من الحرية والكرامة والحضارة والتقدم لأن المستقبل بأيديكم فإذا كانت أيديكم نظيفة فسأكون مستقبلنا نظيف وناصر إن شاء الله يا أهلي في مدينة حلب أني أحبكم وأعزكم وأجلكم كما قلت منذ البداية حتى النهاية تعاونوا مع بعضكم وحبوا بعضكم تآلفوا مع بعضكم المعض إن الله يقف إلى جانب الإخوة المتحابين المتعاضدين اقصبوا رغيف الخبز فيما بينكم ساعدوا بعضكم البعض على المأوى احموا عراضكم فليكن أن عراضنا غالية على بعضنا البعض احموا تلك الأعراض احموا أموالكم قفوا إلى جانب السوار والمقاتلين الحقيقيين كونوا ملازا لهم ومأوى لهم وتعاونوا معهم بشكل صحيح وسليم لا تنغشوا ببعض الفئات المندسة والذين صنعهم النظام تحت اسم الجيش الحر أنتم أزكى وأدرى وأفهم والله وليل أمر للتدبير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة